احتابع الأبراش وأعطي نصيحة لمولود برج الجدي مثل ما وعدكم برج الجدي أنا بدي أطلب منك نصيحة لإلك أنه بهذه الفترة بديك تستفيد من اجتماعيتك وتركز على عملك كتير وبعرف أولود برج الجدي يمكن يكون في عندهم في ناس بلشوا بعمل شديد أو طالبين نقلي لعمل يلي طالب نقلي لعمل معقول كتير بهذه الفترة قتم نقلتكم ولكن نصيحة لإلكون يلي بدوا يطلب نقلة عمل يعني ينتقل من عمل من مكان لما كان من الفرع لفرع هلأ لا لأنه ببداية الشهر بواحد الشهر رح يتراجع عطارت ورح يأخركم بعض أمور ويلي هني بدوا يشتروا بيوت يعني في كتير ناس بدأت تشتري بيت بدأت تشتري عيكار بدأت تغييرات تجهيزات بقلب البيت هلأمور ما بنصحكم فيها لأنه عطار التراجع من بداية الشهر لـ 24 الشهر هيدا الشي بأخر الأمور ويمكن يكون يعني بتكون وإذا للبد بدكن تشتروا عليك يا مولود برج الجدي تنتبه للعقد تنتبه لأسق الملكية تنتبه لكل شي لأنه أوقات بيكون فيه مغريات ببعض المشتريات للإقارات للبيوت حتى يلي هني بدوا يشتروا أو يستأجوا على الأجارات للبيت هلأمور بدأت تنتبهوا لما وليد برج الجدي هاي نصيحتي لألكون أو ركزوا كتير على عملكون ما تعملوا ورش بقلب البيت وانتبهوا أهم نقطة من بعض الأمور اللي بدأت تصير عندك بقلب بيتك الأعطال البيتية من وراء تراجع عطارد وانتبهوا بالبيت من أدوات المطبخ ستة البيت هلأمور نزودكن فيها ولازم بتعرفوها أما مواليد برج الحود عفوا برج الدلو محراب ننسى الدلو اليوم كمان مواليد برج الدلو أنا بقلك اليوم مدى النهار بيحملك في عندك يمكن تنقلات وعندك هاليومين يومين الأربع والخميس تنقلات اتصالات ولكن في عندك أعمال كتير وبهدول اليومين كانو في عندك اجتماع مهم كانو عندك انترفيوب العمل كانو عندك لقاء مع المواصفين خارج خارج إطار العمل والبعض من مواليد برج الدلو عليك تكون متيقص يعني بتصرفاتك ممنوع تخالف القوانين وكون متحضر وحضر حالك منيح بعملك يعني كون جاهز لكل لاجتماعاتك لحل الأمور ويمكن يكون في عندك مطالبة بحق وظيفة يعني يمكن عم بدك تطالب بتارئية بدك تطالب بزودة على المعاش بدك تطالب بسلفة للمعاش والأمور بتطالك مواليد برج الدلو ومن ناحيتين أنا بقلك حسن علاقاتك كافة مع زملائك بالعمل مع رؤسيقك بالعمل وكون ودود بهيدول اليومين كل ما أنت إيجابة كل ما الأمور بتكون لصالحك ما تنسى أنه هلأ الشمس بأحلى موقع لإيلك وانتبه من المصاريف مصاريفك شوي كتراني بهالقييم أما مولود برج الحوت وحبي برج الحوت الحوتية أنا بقلك يومين بنائين مثل ما منقول عندك جرأة عندك حماسة عندك طاقة حلوة مثل كأنه عم بتفلسف الأمور مثل ما بدك عم بتخود أي معركة وأي منافسة من دون أي خوف هيدول اليومين مناسبين للتنقلات للسفر لللكاءات للدراسات للعقود التجارية لعقد عمل يمكن تتبشر بخبر حلو من برة والعلاقات العاطفية بتكون رائعة على المكاسب المالية حتى فأنا بدي أطلب منك مولود برج الحوت إنه هدول اليومين حلوين عاطفيا حتى بالدراسات ولناطر أخبار حلوة أو ناطر أخبار بتخص قضية قضائية بتخص وراء على السفر كلها الأمور رح يتضوى عليها ويمكن تسمعوا بأخبار حلوة وهيك بيكون نهاينا الأبراج لهاليومين ودايما برشاك مع رولا أحلى أكيد شوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر